اشتركوا في القناة اللي طلعتها اللمبرغيني والمهندسين المجانين والإدارة المجنونة وفريق العمل المجنون اللي طلع سيارة غير عادية سيارة سوبر كار ولكنك تقدر تطلع فيها البر وعلشان نضحكم تخيل فيها الكنترول اللي موجود في سيارة الجيب اللي هي كم النزول كم الارتفاع كم ميول السيارة وقبل ما ندخل في التفاصيل هذه الطويرة العريضة أحب أني أشكر الشركات اللي شاركتنا وكانت معانا في هذا الموسم الثاني من غربان في رمضان وأكيد الرعاة هالسنة وصراحة اللي لازلت منبهر من باتيك فلب ريحته خرافية الله يعطيكم العافية زونسنت فعلا هالعطر إدمان البيت ماشاء الله الستوديو وكل الدنيا ريحتها طول اليوم بخور ونسيت موضوحها مجرد ما عبيها أنساها الله يعطيكم العافية سيارة اللمبرغيني الاسترادو تقدر تقول مشروع شباب مراهقين قالوا نحن عندنا سيارة سوبر كار نبغى نطلعها البر ونبغى اللي ياخذها يكون في مخة كذا يطلع الطفل اللي داخله بدل ما هم تعود أن يروح حلبات وسباقات وهذا مو بشرط أنك تاخذ سيارة سباقات ليش ما نطلع هذه السيارة اللي ناخذها في السباقات نطلعها في البر وعلشان نطلعها في البر لازم نغير شغلات كثير في هالسيارة واللي هي محور حديثنا اليوم وفي نهاية الـ 2022 فاجأت الجميع باطلاق هالوحش المجنون اللي عجزتني صراحة أعطيه اسم طبعا هو كان منافسة شرسة مع البورشا مع سيارته من 9-11 اللي كانوا سمينها الرالي وقد أميل لللمبورغيني من ناحية الأداء والصوت هذيك الـ 9-11 جميلة وسيارة جدا مميزة ويمكن ليذكرون لما كنا في سويسرا وفي الثلوج وصورت السيارة هذه عفوا في فنلندا في سباق الثلج أو خدت لمحة سريعة عن السيارة الرالي هذه قبل سنتين تقريبا ولكن اللمبورغيني جابتها صح الشكل المجنون التفاصيل المجنونة المحرك المجنون كل شيء يدور حوالينا السيارة هذه مجنون فهم أخذوا اللمبورغيني الهوريكان الإيفو وعدلوا عليها فرح نشوف أول شيء المود اللي موجود في السيارة اللي يعطيك الاسترادا السبورت عدلوا فيها بحيث أنها تتوائم مع السيارة الجديدة وأضافوا رالي مود للشخص اللي بيطلع في البر فبيكون فيه التراكشن أو التماسك في الأرض بيكون صعب شوي وعلشان السيارة هذه السوبر كار تقدر تطلع في البر لازم أنك ترفعها وبشوف أنها أرفع من الإيفو ب44 ملي أو 4 سانتي ونص وبشوف أنها أعرض قدام 3 سانتي وفي الخلف بتكون أعرض ب3.5 سانتي تقريبا من الإيفو ولازم أنك تحمي بطن السيارة من البر فرح نشوف عندك الاسكيد بليتس اللي قدام أو اللي يحمي بطن السيارة من قدام اللي بيكون من الألمانيوم رح نشوف الدفيوزر الخلفي اللي بيكون يساعد السيارة أو يحميها من الحصاء اللي بيطلع من الطريق رح نشوف الرفارف والمداغر اللي صايرة من البلاستيك واللي بيتحمل الضربات بتحمل الحصاء والرمل ومن هالأشياء حتى المحرك اللي في الوسط حاولوا يغيرون وضعية تنفس هالمحرك يكون من فوق الكبينة شكله جدا جميل وأبدعت اللمبرغيني في وضعها لهالحركة منها أنه يبرد المحرك اللي بيكون تحت ضغط عالي وبنفس الوقت يحاولون أنه ما يدخل الرمل والحصة في المكان هذا اللي بيكون أبعد ما يكون من الحصة والرمل لما نتمشي في البر المحرك ما في أي تفاهم عند الإيطاليين 10 سلندر V10 5.2 لتر 610 أحصان و 560 نيوتن متر العزم مربوط مع غير 7 سرعات دبل كلتش وبتكون السيارة دفع رباعي وبيكون عندك في الخلف لكينغ دفرينجل قلت لكم قبل شوي تحس أني قاعد تتكلم عن سيارة دفع رباعي أو سيارة بر فرح يكون عندك في الخلف ميكانيكل أو ميكانيكي لك دفرينجل لك في الخلف بحيث أنه يوزع الطاقة بين المين ويسار أو أنه يقفل فيوزع الطاقة بالتساوي بين المين وليسار عشان ما تغرز ورح يكون تساوي على السيارة هذه من الصفر إلى المية في 3.4 ثواني والسرعة القصوى 260 كيلو متر في الساعة طبعا هما علشان السلامة والأمان السيارة مرتفعة وفيها أجزاء بر السيارة ما تتحمل أنك تتعدي السرعة هذه ولا السيارة بالعادي تقدر أن تتعدي 300 كيلو متر في الساعة البريكات رح يكون عندك سراميك بريكس رح أذكر المواصفات السريعة في نهاية الحلقة ما خلوها تكون الفرام العادية مع أنك ما رح تدوس فيها سرعات عالية لكن حطولك سراميك بريكس الشغرة الجميلة أنه تعاونوا مع بريجستون علشان يطلعون لك كفرات وتواير مخصصة لهالسيارة يعكس الهوية حتى النكشات الموجودة فيه تناسب الهوريكان الاستراتو وتساعدها في البر أو في القيادة داخل المدينة وبتكون رنفلات واللي يعرف الرنفلات تكون قاسية شوي بنفس الوقت علشان إذا لا سمح الله جاك بنشار أو صار فيه مسمار أو تفرغ من الهواء فتقدر تمشي فيه بسرعة ثمانية كيلو متر في الساعة ثمانين كيلو متر طبعا إن شاء الله أنا ما ينشق عشان تقدر أنك تكمل مشوارك فيه داخلية السيارة رح تشوف نفس داخلية الهوريكان الايفو اللهم أن أضافو لك بعض الشغلات اللي غريبة عجيبة اللي عندك في الكنسول اللي في الوسط أو الشاشة رح يكون عندك نظام الرالي فرح يعطيك ميول السيارة يمين يسار القرب شغلات الدفع الرباعي اللي أنت تحتاجها لما نتاخذ الجيب حقك في البر طبعا أكيد بيكون عندك نفس التكنولوجيا اللي بتكون موجودة في باقي السيارات اللمبرغيني اللي بتكون connected drive تقدر أنك تراقب سيارتك عن بعد تقدر تشوف المعلومات اللي فيها تقدر تتكلم داخل سيارتك وتعطيها أوامر معينة بتكون مربوطة بالجي بي اس كل الأشياء هذه أكيد بتكون موجودة في سيارتك اللمبرغيني حتى بيكون عندك نظام تقدر أنك تربطه مع ساعتك خصوصا اللي عنده ساعة الأبل ووتش أو بتكون مخزنة في السيارة هذه شنو ضربات القلب في قيادتي كم كان عندك ضربات القلب إذا كنت متحمس بالزيادة فرح تشوف ضربات القلب موجودة في التطبيق هذا وأدائك في مثلا في المضمان اللي بتكون موجود فيه كلها بتكون مخزنة في الشيء هذا وحنا شفنا لما نتروح في حلبات السباق اللي بيعطيك التايم لابز الجي فورسز البريكينج اللاب الأول اللاب الثاني هل أنت أسرع في الكورنر هذا كلها هذه صارت في أغلب سيارات السوبر سبورت واللمبورغيني تقول اللي يبغى السيارة هذه لا يشيل هم الألوان إحنا عندنا 350 لون خارجي اختار يعني إذا ما لقت في 350 هذي أتوقع ممكن يعطونك اللون اللي انت به عطهم شي ويسوونه ومن داخل عندك أكثر من 60 خيار من ناحية الألوان والجلود اللي بتكون والأقمش اللي بتكون موجودة داخل السيارة اللي هي الألكنتارا وطبعا الخبر السيئ أنه بتكون السيارة هذه لمتاد اديشن إلى 1499 سيارة اللي بيكون محظوظ أنه يقدر أنه ياخذ السيارة هذه اللي فعلا مجنونة بجميع المقاييس فإذا مناخذ الأرقام المهمة اللي في السيارة هذه فرح نشوف إن الشاسيه مسوينه من الألمنيوم ومن الكاربون فايبر علشان يخففون في الوزن وبنفس الوقت سيكون ألمنيوم بشكل كبير ومواد بلاستيك بتكون مقوة نظام التعليق اللي بيكون الأمامي اللي هو الاندبندنت أو المنفصل ورح نشوف عندك السكان اللي بيكون الكتريك وميكانيكل في نفس الوقت فرح يعطيك إحساس جميل بينما البريكات اللي زي ما قلت ما شوي إنها بتكون سرمك بريكس فرح تكون الأمامية ست بساتم حجمهم 380 ملي مع في 38 اللي بيكون الثكنس حقتهم مع أربع عبساتهم في الخلف حجمهم 356 ملي وعرضهم 32 ملي التواير بتكون الأمامية 235 على 40 على 19 بينما الخلفية بتكون 285 على 40 على 19 الارباكز بتكون موجودة في كامل السيارة سواء في الأمام أو في الجوانب أو حتى للركب المحرك اللي هو العشرة سينندر الفيتن 5.2 لتر الكمبريشن فيه 12.7 على 1 رح تكون القوة 610 أحصان على سرعة 8000 ربي أم وتخيل الميوزيك اللي رح تسمع على 8000 ربي أم والعزم 560 نيوتم متر على 6500 ربي أم الصرعة القصوى 260 كيلو متر في الساعة طبعا محدودة إلكترونيا لسلامتك وسلامة الناس اللي في الطريق علشان السيارة ما الطير ولا يكون فيه شي خطير لأن فيها أجزاء زيما قلت من شوي ممكنها تمنع توازن السيارة على السرعات العالية ورح نشوف بعد شوي أن السيارة هذه خفيفة التسرع من صفر إلى مية في 3.4 ثواني من الصفر للميتين في 9.8 ثواني البريكينغ من المية إلى الصفر في 39 متر قاعدة عجلات السيارة تقريبا مترين و 63 سانتي طول السيارة 4.52 عرض السيارة مع المرغاية مترين و 23 سانتي ارتفاع السيارة 125 سانتي جدا السيارة قصيرة و طائحة في الأرض وزن السيارة بدون أي سوائل 1470 كيلوغرام وتوزيع الوزن 43% قدام و 57% وراء فرح يكون التسارع في السيارة هذه جدا ممتاز وحنا شفنا الرقام رقامها جدا روعة تانك البنزين أنا احترمت السيارة هذه لما شفت تانك البنزين صراحة 80 لتر عب وانت مرتاح وحجم الدبلة في السيارة اللي بتكون أمام 100 لتر أتمنى أن سيارتنا اليوم بتكون ختامها مسك بما أنها بتكون لمبرغيني وبما أنها بتكون عشرة سلندر وتنفس طبيعي وهوريكن وسيارة مجنونة تبي تأخذها وترميها في حلبة ترميها في حلبة تبي تأخذها في في الأوتوكروس تأخذها في الأوتوكروس تبي تأخذها في البر خذها في البر ما عندك أي مشكلة سيارة فعلا مجنونة للشخص اللي بيكون محظوظ وياخذ هالسيارة هالسيارة عسى الله يبارك له أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم واللي بتكون الحلقة الأخيرة في موسمنا الثاني من غربان في رمضان ونشوفكم إن شاء الله في موسم السنة القادم اللي بيكون الموسم الثالث وياليت تعطوني ملاحظاتكم لتحسين الحلقات ملاحظاتكم لتعديل بعض المعلومات اللي بتكون موجودة أو اقتراحاتكم في السيارات اللي بتكون مرشحة من قبلكم في الموسم القادم أشكركم على متابعتكم لنا سواء كان في اليوتيوب أو في التك توك أو في الإستجرام أو التويتر اللي هي إكس أو سناب شات أو كل قنوات البودكاست الريديو اللي موجودة في كل مكان أشكر الشركات اللي كانت معانا في هذا الموسم واللي كان لهم دور كبير في إنجاح موسمنا الثاني وأكيد أشكر الرعاء اللي كانوا معانا هالسنة ستوديو أضواء النجوم للإنتاج يعطيكم العافية وثنتيك إكسبرتس اللي محرمونا من استشاراتهم وخبراتهم وزون سنت اللي يخلوا الرواح بالنسبة لنا في الاستوديو إدمان يعطيكم العافية وسامحونا على القصور موسيقى 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 موسيقى